طيب امبارح اه مهم جدا هذه النقطة قبل بس ما اتكلم عن النقطة الاخيرة اللي عايز اتكلم فيها كابتن عبد الرحمن عيسى مدرب احمال منتخب مصر وهو المسؤول عن الترتيب الامور الخاصة باحمد الجندي ومحمد الجندي لعبة الخماسي الحديث اللي ام ابطالنا الكبار جدا اللي مشرفين انا مرة هنا تسألت على ازاي يعني بيتم الرابط ما بين لعبة الخماسي الحديث وما بين كرة القدم لان الكابتن عبد الرحمن تم اختياره مع المنتخب المصري فبالصدفة النهاردة الكابتن هيسم سعيد قبل في استوديو الابطال او في برنامج الابطال كان مستضيف كابتن عبد الرحمن فانا قعدت معايا تشرفت بان انا قعد معايا الحقيقة ومع محمد علشان نتكلم شوية فانا ما بتكلم معايا بقوله طب ايه علاقة الخماسي الحديث بكرة القدم قال لنا اشتغلت بلكده اربع سنين مع كابتن عماد النحاز واشتغلت بلكده مع كابتن ايهاب جلال واشتغلت كده الشغل بتاعي الاساسي في كرة القدم فانا بالنسبة لي ان انا بقى موجود في كرة القدم هو الشيء الجيد اتحاد كرة القدم حط بعض الامور الخاصة في هذا الامر او فيتوريا حط بعض الشروط الخاصة المتوفرة يجب ان يتم توفرها في اي واحد يجي يشتغل في هذا المكان فتوفرت فيها عن طريق دكتور محمد ابو العلا طبيب المنتخب اللي هو رشح كابتن عبد الرحمن للتواجد في هذا المنصب وهو منصب كبير جدا وهو ما تم اختياره وقبوله من فيتوريا انا بس حبيت ان انا يعني اقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل في هذا الامر لان انا سألت السؤال ده بكده ايه علاق الدب ده فالموضوع عبارة عن ايه ان المعد البدني المتمكن ده اللي انا فهمته من كابتن عبد الرحمن يقدر يشتغل القياسات البدنية في كل الالعاب يعني زي ما تجيب معد نفسي متمكن فممكن يشتغله معه للطايرة للكورة للسلة للطايرة لأي حاجة زي ما هو عايز يعني هو بيتكلم بطريقة واحدة وباسلوب واحد وبالتالي المعد البدني المحترف والمتمكن يقدر يشتغل في كل الرياضات لانه في النهاية هو شكل واحد ده غير فيه الاساس ان هو شغال كورة واستعانوا بيه في الرياضة الخماسي الحديث خلال الفترة السابقة انا بس حبيت ان انا اتكلم مع حضراتكم في هذا الامر والحقيقة مهم جدا جدا ان احنا كنا او ظروف السعيدة الحقيقة اللي خلتني اشوف كابتن عبد الرحمن واشوفوه وتكلم معه